من بعد ما أخذنا الـ Gain والـ Phase Margin راح نشوف استعمال الـ Gain والـ Phase Margin بالتصليب في عندي هون process في هنال Linearity أوليش راح أدرس الـ Process بدون هنال Linearity بعدين راح ندرسها مع هنال Linearity ونشوف كيف ممكن ناخد هنال Linearity بعد اعتباره في عندي هون تنك التنك في عندي هون Hydraulic Actuator والـ Hydraulic Actuator هون فيه كمترولر أما اللي بأخذ السيجنال اللي بفيه الـ Back Signal ندخلها هون على كنترولر الكنترولر بتتحكم فيه الـ Hydraulic Actuator الموجود فالـ Hydraulic Actuator زي Pump مع Valve وبتضخ الـ Proportional كمية Proportional من الفلويد بتدخلها على هذا التنك المشكلة الأساسية بهذا السيستم موجودة هون إنه في عندي مسافة من النقطة هاي للنقطة هاي اللي هي D فعندي هون لما بغير لما بصير في عندي تغير معين ما رح يبين أثر هذا التغير إلا بعد مرور الوقت هذا اللي موجوده هذا اسمه أحيانا بسموه Transport Delay كمان بسموه في بعض كتب لما بسموه 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 ستب فونكشن مثال على مثالا لو عندي عماني بدخل فرضا ستب فونكشن هتشوفوا رمزه هيك في بسموه بسموه فصار طبعا هدا السيستم لاخده ما غير شكل 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 لما دخلتها من هون طلعت كمان بس اللي صار انه في عندي طبعا هدا الزمن لازم يكون هو إلا بعارض يعني ما بصير يصير قبله طبعا بدو كن بعده طبعا بس بعده بزمن معين بس نفس شكل الهاي ما بعمل اي ديستورشن على شكل الهاي مثلا مثال تاني على ترانسبورت ديلي لو انا عندي هون كونفير بيلت وفي عندي هون مادة عماني بنشف فيها فرضا او بضيف لها طيبة معينة مثلا هون موين مثلا او بعرضها لحرارة هيت والسنسر تبعي موجود هون السبب معين انا مش قادر احط السنسر هون طبعا الافضل ان احط السنسر هون وانزل الديد تايم لزيره بس ان حطيت السنسر هون الاثر العمل اللي عمالي بعمله ما رح يبين معي غير هون نفس الاشي هون لما بدخل عمالي لكود معين مش عمالي بيين اثر هذا اللي كود الا بعد قطرة زمنية معينة فهادي الديستنس فهون الديد تايم بالحالة هاي بساوي دي على بي بي اللي هي سرعة هذا الكمبير بيلت اللي موجود رح كنت الديد تايم في هاي اللي بخورسوس اشتركوا في القناة